1- التخطيط المسبق للوجبات 2- قم بتخطيط وجباتك اليومية مسبقاً واشتري الأطعمة الصحية والمكونات الطازجة قبل الوقت المحدد للطهي ذلك سيساعدك على تجنب اللجوء إلى الوجبات السريعة أو المعالجة 2- الطهي في المنزل 3- قم بتهي وجباتك في المنزل بدلاً من الاعتماد على الأطعمة المصنعة أو الخارجية يمكنك التحكم في المكونات وتقليل استخدام الدهون المشبعة والسوديوم الزائد 3- الاهتمام بالتسمين 4- قم بقراءة الملصقات الغذائية وتنبيهات المكونات عند شراء الأطعمة المعلبة أو المصنعة 5- تجنب المنتجات التي تحتوي على دهون مشابعة عالية ومستويات عالية من السوديوم والسكر المضافي 4- زيادة تناول الفواكه والخضروات 5- قم بزيادة استهلاك الفواكه والخضروات الطازجة في وجباتك اليومية فهي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الضرورية والألياف وتعد بديلاً صحياً للوجبات الغنية بالدهون والملونات الصناعية 5- الاستبدال الصحي 6- قم بالبحث عن بدائل صحية للأطعمة التي تحبها وترغب في تجنبها على سبيل المثال يمكنك استبدال اللحوم الحمراء بالبروتينات النباتية الصحية مثل الحمص والفاصلية واستبدال الحلويات المصنعة بالفواكه الطازجة 6- الشرب الصحي قم بتجنب المشروبات الغازية والمحلات الصناعية والمشروبات الرياضية السكرية اشرب الماء بشكل منتظم وجعله خيارك الأساسية للرطوبة 7- الوعي بالحجم والمقادير حاول السيطرة على حجم وجباتك وتناول مقادير مناسبة قد تساعدك استخدام أطباق صغيرة أو تقسيم وجباتك إلى عدة وجبات صغيرة على مدار اليوم في السيطرة على الاحتياجات الغذائية 8- الاستماع للجسم أنصت إلى جسمك وتعرف على رد فعله تجاه الأطعمة المختلفة احتفظ بسجل غذائي لتتسجيل الأطعمة التي تتناولها وكيف يؤثر ذلك على شعورك وصحتك بذلك يمكنك تحديد الأطعمة التي تسبب لك مشاكل وتجنبها في المستقبل 9- النشاط البدني ممارسة النشاط البدني بانتظام يمكنه أن يساعدك في الحفاظ على وزن صحي وتعزيز اللياقة البدنية 10- قم بممارسة التمارين الرياضية التي تستمتع بها مثل المشي وركوب الدراجة والسباحة 10- الاسترخاء والتحكم في التوتر يمكن أن يؤدي التوتر والقلق إلى تناول الطعام الغير صحي كنوع من التسكين النفسي 11- حاول تطبيق تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق 12- وابحث عن أنشطة تساعدك على تخلص من التوتر مثل القراءة والموسيقى والتمارين اليوغا 13- تذكر أنه من المهم تبني أسلوب حياة صحي ومتوازن على المدى الطويل 14- تعتمد النصائح السابقة على تغيير العادات الغذائية ونمط الحياة 15- وقد يستغرق الأمر وقتا لتحقيق النتائج المرجوة 16- تكرار السلوك الصحي والتزامك به سيساعدك على تجنب الأطعمة غير الصحية والاستمتاع بأسلوب حياة أكثر صحة وسعادة 16- تجنب الأطعمة المعالجة 17- تحتوي الأطعمة المعالجة عادة على كميات كبيرة من السكر والدهون المشبعة والصوديوم المضافي 18- حاول تجنب الوجبات الجاهزة والوجبات السريعة واستبدلها بالأطعمة الطازجة والمحضرة في المنزل 18- قراءة المكونات 19- احرص على قراءة المكونات المدرجة على الملصقات الغذائية للمنتجات 20- تجنب الأطعمة التي تحتوي على مكونات غير صحية مثل السكر المضافي والدهون المتحولة والمواد الحافظة الكيميائية 21- الاستعانة بخطة الوجبات الصحية 22- قم بإنشاء خطة غذائية صحية تشمل الوجبات الرئيسية والوجبات الخفيفة لكل يوم 23- يمكنك البحث عن وصفات صحية وتجربة تنويع الأطباق لتجنب الشعور بالملل 24- الشراء من المزارع المحلية 25- قم بشراء الفواكه والخضروات واللحوم والألبان من المزارع المحلية وأسواق العضويات إذا كانت متاحة 26- فالمنتجات المحلية غالبا ما تكون أكثر طازجة وتحتوي على مواد غذائية أعلى الجودة 27- التحكم في الحجم 28- حاول التحكم في حجم الوجبات التي تتناولها 29- استخدم أطباق صغيرة وحاول عدم تناول وجبة إضافية إذا شعرت بالشبع 29- التوازن الغذائي 30- يجب أن تتضمن وجباتك مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتينات 30- الكربوهايدرات والدهون الصحية والألياف 31- تناول وجبات متوازنة تساعد في تلبية احتياجاتك الغذائية اليومية 31- الاستمتاع بالوجبات الخاصة 32- لا يجب أن تكون الحمية الصحية مملة ومحدودة 33- يمكنك الاستمتاع بوجبات خاصة من وقت لآخر 33- ولكن بشكل معتدل 34- قم بتحديد أوقات معينة للاستمتاع بالأطعمة المفضلة لديك 35- مع الحفاظ على التوازن العام في نمط حياتك الغذائي 36- الالتزام بالتحسين التدريجي 37- لا تتوقع أن تتغير عاداتك الغذائية بشكل كامل في ليلة وضحاها 37- قم باتباع نهج التحسين التدريجي 38- واعتمد على التغييرات الصغيرة على مدار الوقت 39- قد تبدأ بإضافة وجبة صحية واحدة في اليوم 40- ثم تستبدل تدريجياً المكونات غير الصحية في وجباتك ببدائل صحية 40- الأمر يتطلب صبراً وتفاناً 41- ولكن التحسين التدريجي يؤدي إلى نتائج طويلة الأمد 41- ممارسة النشاط البدني بالإضافة إلى النظام الغذائي الصحي 42- من الضروري ممارسة النشاط البدني بانتظام 42- يساعد النشاط البدني على حرق السعرات الحرارية 43- وتقوية العضلات وتعزيز اللياقة العامة 44- حاول أن تجد نشاطاً تستمتع به وتتمكن من الاستمرار فيه على المدى الطويل 44- استشر متخصصاً 45- إذا كنت تخطط لتغيير نمط حياتك الغذائي وتحسين صحتك 46- قد يكون من المفيد استشارة متخصص في التغذية 47- يمكن للمتخصص أن يقدم لك نصائح مخصصة ويساعدك في وضع خطة غذائية تتناسب مع احتياجاتك الفردية وأهدافك 48- هذه بعض المعلومات الإضافية حول الحمية الصحية 49- إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات أخرى فلا تتردد في طرحها 49- إذا كانت للمتخصص Twelve 403- Hatice